بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحباب الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم نقدم لكم سلاس حلقات متتابعة متتالية عن عقوبة المتهاونون في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الحلقة الأولى ستكون تدريجياً بالعتاب عتاب من من؟ من رسول الله صلى الله عليه وسلم هاي عاتب مين؟ هاي عاتب ناس عديين؟ لا ده ناس بيكتبوا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ليلة نهار طيلة حبيب هاي عاتب مين؟ علماء الحديث يا خبرة بيض المال اللي عندنا في القنوات وفي الصفحات واللي في جميع قنوات الصلاة على النبي وصفحات الصلاة على النبي في السوشيال ميديا كلها هيعملوا ايه؟ شوف العتاب هيكون ازاي؟ وبعد كده هننتقل على العقاب يبقى الحلق دي عتاب واللي بعد كده عقاب واللي بعد كده هلاك يبقى فيه عتاب ثم عقاب ثم هلاك في الدن في الأخرة بقى الله أعلم بيه نشوف أول حاجة كلا أولا عتاب العلماء كان يتلخص فيه حكتين إما أنه كان يسقط الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند الكتابة عشان متعجل ونفسه يكتب بسرعة أو أنه يسقط كلمة صلى الله عليه وسلم حتى لا تستهلك ولا كتير في الكتابة وأحبار كانوا يكتبوا بالريشة زمان أو أنه يكتب رمز مختصر للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مثلا صاد صاد بن كسان يعني صلى الله عليه وسلم أو يكتب صالعام صاد لام عين مي يعني اختصار لصلى الله عليه وسلم أو يكتب علي صالعام ميم عليه الصع ميم عين ولام وياء وصاد ومين تبدون إيه يختصر الصلاة على النبي والسلام على النبي يعني عليه السلام عليه يكتب عين ولام وياء وصاد وعين ومين يبقى صلى الله عليه وسلم ده اختصار يبقى فالناس بتسكت وناس ايه بتسكت الصلاة على النبي خالص ما يكتبهاش خارج وناس يكتبها برموظ ودول مين علاماء حديث النبي صلى الله عليه وسلم جانوا في المنام تعب نشوف أول واحد هرفعه الدمقه في الصرة عتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن عجينة ابن عجينة كان ايه بيقولك كنت اذا كتبت الحديث اتخطأ فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم اتخطأ يعني اتخطاها يعني يعني اتركها زي ما تقول لي ايه تخطأ لنجي اعلام كده عن فيديوهات واتبلك تخطي يعني ايه تخطأ يعني ايه اضغط عليه عشان تفوت الحتة ليه فأقول كنت اتخطأها يعني لا اكتبها اريد بذلك العجلة يعني السرعة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقال ما لك لا تصلي علي اذا كتبت كما يصلي علي اطبرا لي قال فانتبهت وانا فزع فعهدت الله ان لا اكتب حديثا فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم إلا كتبته صلى الله عليه وسلم يا جماعة ابن عجينة علم حديث والطبراني علم حديث الطبراني رحمه الله اللي عمل ثلاث مجلدات في علم الحديث الطبراني الكبير والطبراني الاوسط والطبراني الصغير ثلاث اجزاء فهم ألاف الحديث بسم الله ما شاء الله يعمل أو مئات الألاف كل ما يقابل اسم النبي صلى الله عليه وسلم يكتب ايه؟ صلى الله عليه وسلم يبقى أنا لما اقرأ الحديث وقوله عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلي باب أنا بقوله صلى الله عليه وسلم عشان مكتوب يؤمن لمستمع وأنتم أمور لقتوله صلى الله عليه وسلم اللهم صلى الله عليه وسلم محمد انا قلتها وكم واحد سمع الفيديو في مكان في العالم خالص صواب الصواب اللي انا قلته واللي كان كاتب وانت نقلته الكم واحد وما علاقت تنقل لكم مية او كم الف وما شيرته تنقل لكم مية او كم الف هتلاقي عندك جبال من الحسنات وابرط مناور في اخرتك وعندك ميزانك صقيلي ومية فاتبراني رحمه الله كان يكتب صلى الله عليه وسلم ابن عجينة فالنفسه يعمل ايه يعمل اكبر عدد من ايه من الاحاديث النبوية الشريفة وهذا شيء ممجور ولكن جت على حساب النبي صلى الله عليه وسلم تيجى عندي اسم النبي وما تكتبش صلى الله عليه وسلم قال رسول الله بيقولش صلى الله عليه وسلم احنا نقول ايه صلى الله عليه وسلم اللهم صلى الله عليه وسلم اللهم صلي على سيدنا محمد قوله ده اللهم صلي على سيدنا محمد اللهم صلى الله عليه وسلم اللهم صلى الله عليه وسلم اللهم صلى الله عليه وسلم وعاتب ابن عجينة باعكبه ليه عشان ايه بعارف ان هو ميته يكتب حاجات كتير قوي عن النبي بحب النبي بس الحتة ديه النبي مش عايز يحرم امته من الصواه لان لما يسوف صلى الله عليه وسلم يقولك يا معناه يا ربنا بصلى علي يا ابن عجينة يا ابن عجينة ربنا بصلى علي اول بلا بداية واخر بلا نهاية وانت جاي تسكت الصلاة علي عشان امتي لما تكرق الحديث الناب وما تصليش علي انت عايش سنة سنة سيئة في الاسلام الى معنى الكلام فاجأ عتاب تبتعانوا نشوف العتاب الثاني اخطعنا القصورة الثانية هنا بقى هيعاتب ربنا مين؟ الرسول صلى الله عليه وسلم هيعاتب مين؟ الحسن بن علي العطار الكتب لي ابو طهر المخلص المخلص اجزاء بخطه فرأيت فيها اذا جاء زكر النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا 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 اما ابو علي اللي هو العطار يعني ابو علي دي لما يكون واحد اسمه حسن عندنا يقول له يا ابو علي تفهمين الحكتر ايه؟ واحد ابراهيم نقول له يا ابو خليق واحد اسمه محمول نقول له يا ابو طهر فالحسن بن علي العطار فلما اسمه حسن نقول له يا ابو علي ابو علي فابو علي لما لقى ايه؟ المخلص كتب له حاجة وفيها شوية احاديث نبوية كل ما ايجا عندي اسم النبي يقول ايه؟ صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا 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 حاجة دية غير ايه؟ غير كل من الناس اللي هم ايه؟ بيكتبها في علم الحديث انت شفت كده؟ عمرك شفت كتاب في السنة النبوية في حديث في علم الحديث صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا 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 لا الرجل دي اكتبها ليه؟ هنرجع ثاني بالصورة قال ابو علي فسألته عن ذلك وقلت له لما تكتب هكذا؟ قال كنت في حداثتي اكتب الحديث وقنت اذا جاء ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لا اصلي عليه فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم فأكبرت اليه وأراه قال فسلمت عليه فأضار وجهه عني ثم ضرت اليه من الجانب الآخر فأضار وجهه عني فاستطلته ثالثة فأضار وجهه عني فقلت يا نبي الله لما تدير وجهك عني فقال لي لأنك إذا ذكرتني في كتابك لا تصلي علي فمن ذلك الوقت إذا كتبت النبي صلى الله عليه وسلم قلت صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا 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 فقال ليه الصلاة على النبي ما كهو كاتبه هو كاتبها بخطيه بس لما يجي يكتبها ما يقولش صلى الله عليه وسلم يعني ما تقولهاش حتى في سرا ولا دار ما تخلي بالك واحد يقول لها النبي عرف ازاي النبي عرف ازاي النبي حي في قبره يا ابن النبي له خصوصي مش هو النبي صلى الله عليه وسلم اللي قال ايه يا حياتي خير لكم ومماتي خير لكم اذا مت بتعرض علي اعمالكم يعني الاعمال بتاعنا بتعرض على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين والخميس الاول وبعالم تسعب الى الله عشان مستغفلنا عن التقصير وصله على النبي يوم الجمعة بتبلغ له مباشرة مباشرة فإذا الرسول صلى الله عليه وسلم مرة جدة لما شف النبي في المنام وضائح كادي عشان يشوف النبي جي من عندي اليمين اضار وجهه مرضىش يسلم عليه وراح له نحتويسار الرسول اضار وجهه عم جايه من قجام ام اضار وجهه الله قال له يا رسول الله ده كويس الى النبي النبي صلى الله عليه وسلم رجع عليه وهو رجع عليه معناه بيحبه وهو النبي مش هيعاتب الا بيحبه لانه عارف انه هو محافظ على علم الحديث يعني ملوش تعلق في الدنيا من عمله كل عمله ما قالوا الى الاخر فالنبي عارف هو دين بيعمل ايه فعاتب الاولاني عارف انه لك هم مفلص الواجه الله وعاتب دين لانه مفلص الواجه الله بس بينبق عتاب النبي صلى الله عليه وسلم تنبيه وتزكية لصاحب الرؤية تزكية وترقية وترقية اللهم صلى على السلام السالسة بصوا معاها هنا اتنين بقى ربنا عاتب الرسول صلى الله عليه وسلم عاتبهم اثناني عاتبهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه ما كانوش بيتموا الصلاة على النبي في الهديث يعني الزاب عن حمزة الكنانية قال كنت اكتب الحديث وكنت اكتب عند ذكر النبي صلى الله عليه شفوا هي بالقصين الزاب صلى الله عليه تب كلمة وسلم فيه مش مغوت فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقال ما لك لا تتم الصلاة علي فما كتبت بعد ذلك صلى الله عليه إلا كتبت وسلم إبراهيم النسفي قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام كأنه منقبض مني منقبض مني يعني مش عايز بصلي فملدت يدي إليه ثم قبلت يده وقلت وقلت يا رسول الله أنا من أصحاب الحديث ومن أهل السنة وأنا غريب فتبس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إذا صليت علي لما لا تسلم فصرت بعد ذلك إذا كتبت صلى الله عليه كتبت وسلم يبقى الأولان كان بكتب إيه صلى الله عليه وما كتبش وسلم الثاني بقولني غريب يا رسول الله رسول الله يتبسم تبسم يعني جبر بخطره كأنها خليقصت بالطبط فقالنا يا رسول الله أنا من أهل الحديث سأل له إيه اللي بيمنعك أنت يا مما تصلي علي ما تسلمش علي وإحنا عندنا في الصلاح المفروضة هو النوافل في التشابت في النصف الأول ننسلم على النبي وفي النصف الثاني ننصلي على النبي وحتى في صدق الأحزاب في القرآن الكريم ربنا بجأها بالصلاة على النبي لا يا رقم 56 وزيلها بالسلام على النبي يبقى صبر الآية قال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي طب الأمر إيه؟ يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه يعني أنتم منتش هتبقوا أحسن من ملك وأنا اللي خليبكم وأنا بدأت بنفسي بصلي عليه باستمرار يصلون فعلهم ضارع يدل على الاستمرارية والتجدد يعني باستمرار إيه وعا تقول باستمرار أجي إيه؟ تب من إمتى؟ لأن كده ممكن تشرك بالله لأن الله ليس له بجاية وليس لهنا فالصلاة على النبي ليس لها بجاية وليس لهنا وهو الوحيد اللي ربنا صلى عليه من الأنبياء وعجي بقى جنبك ولا جنب ستك ولا جنب أمك وعط إيه على السيدة يقول أنا بصلى على النابي زي ما شكرا اللي بقى لسانة ولا اثنين ولا ثلاثة وما تجوزش محمش قبط عليه لا أنا بصلى على النابي وكل ما يجي واحد يسيب البيت ويوخ لا أنا بصلى على النابي وأنا مديونة وربنا ما فكش قرب لا أنا بصلى على النابي وأنا مريضة لكن ربنا مش فانيه لا بصلى على النابي وزوجة الله أنا ما رجنيش لا بصلى على النابي وحاجة مني مفكولة وتاها ما جاتنيش أنا مش مبطئة أنا مش هصلى على النابي هم؟ أزا كان ربنا اللي خلقوا بيصلى على النابي لنعرف إمتى ولا نعرف لهم هادم يبقى أنت ما يصل لش ربنا هيعقبك طب هيعقبك إزاي؟ اختاري لك نوع من العقاب في الحلقة اللي هنقولها بعد دي مباشرة اختاري لقلك بقى حاجة من العقاب لأن انت هتبقى عصي الله عصي الله سبحانه وتعالى ده أمر صلوا عليك طب أنا حتى ما نقضرش ليه لأن انت رب تحكتك بالصلاة على النبي وربنا عارفك تقول أنت كويسة لأني حلوة لأني بعمل خير لأني بعمل كذا ما تكلميش هلوة ربنا له حكمة في كلها نلتقي بكم في حلقة القادمة إن شاء الله من المتهاونين بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعقوبتهم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته